مناسبة القاعدة العريضة أنا بشكر شكراً جزيلاً القاعدة العريضة من الناس اللي بيشوفوا مش البرنامج يحدث في مصر مش بس برنامج يحدث في مصر أو برنامج الحكاية أو أي برنامج تاني حضراتكم بتشوفوه على الشاشة لا أنا بشكر حضراتكم جميعاً على متابعة الشاشة ليه بقى؟ لأنوا هتشوفوا دلوقتي على طول على الهوى اتعرض دلوقتي في كل المواقع الاخبارية والإعلامية العنوان تعرف على الشاشة العربية الوحيدة التي تحصل على الدرع الماسي من يوتيوب يعني ما فيش تلفزيون محترف شبكة تلفزيون بالطريقة القديمة اللي احنا بتعلمينها يعني مهني موجود على اليوتيوب وخد الدرع الماسي إلا MBC مصر بتحتل المرتبة الأولى ما بين كل القنوات على مستوى مجتمع مصري وعلى مستوى المشاهدين المصريين بقينا الحمد لله على المستوى الأول رقم واحد وعندنا الدرع الماسي ده أنا مش عارف أقرأ الرقم أول يا جماعة ساعدوني بقيت محتاجنا بضارة قراءة نجامد إنه عدد المشتركين بقى عشرة مليون ممكن تلاقي الجيل الجديد بيتكلم عن انفلونسر مؤثر يوتيوبر صاحب قناة على اليوتيوب بس المؤسسة التلفزيونية الوحيدة اللي قدرت إنها توقف مع الأجيال الجديدة وتضم مشاهدين من الأجيال الجديدة ومشاهدين من الأجيال الوسط والجيل القديم وبقاهم عشرة مليون فحصلنا كأم بي سي مصر على الدرع الماسي من يوتيوب وده لأنه نحن بنحاول نحن نخدم القاعدة العريضة شكرا جزيلا لحضراتكم بغض نظر عن برنامج اللي بتشوفوه شكرا جزيلا للعلاقة وللمكانة اللي حططونا فيها كشاشة أم بي سي مصر شوفكم